فتاة سعودية في سن الخامسة والثلاثين وتعمل معلمة بإحدى المدارس الابتدائية تزوجت من شاب في نفس عمرها تقريبا وقد تأخرت في الإنجاب لمدة سنتين إلى أن بشرتها الطبيبة بأنها حامل ففرحت كثيرا وبعد أن وضعت مولودها أصر زوجها على استقدام خادمة آسيوية لتساعد زوجته وتهتم بالطفل الذي سماه محمدا وكانت خادمة غير مسلمة وبعد إجازة الأمومة راجعت الزوجة إلى المدرسة وبعد ثلاثة أشهر من عودتها للمدرسة صدمت بخبر وفاة محمد وكان عمره أربعة أشهر وكانت الخادمة تواسي الزوجة وتخفف عنها وتتصل بها للاطمئنان عليها عندما تكون بالمدرسة لذلك لم تشك أن لها دخلا في وفاة محمد مرت الأيام وأنجبت المعلمة للمرة الثانية مولودا ذكرا وأسمته أيضا محمدا ورغم الأفكار السوداء التي راودتها باحتمالية فقده إلا أنها توكلت على الله وبعد ولادته بشهر واحد فجعت بموته وبدون أسباب معروفة لأن التقرير الطبي أفاد بأن موته قضاء وقدر فأصابها حزن كبير واحتسبت الصبر والأجر من رب العالمين وأيضا لم تشك ولو للحظة بالخادمة فقد كانت مخلصة في عملها ولم تفعل أي شيء مخالف للأخلاق وبعد أشهر حملت المعلمة للمرة الثالثة ثم فوجئت بالخادمة تطالب مغادرة السعودية بدون عودة لأن والدتها مريضة فطلبت منها أن تنتظر حتى قدوم خادمة جديدة كي تدربها على أعمال المنزل وبعد أن جاءت الخادمة الجديدة علمتها لمدة أسبوع ثم ذهبت المعلمة مع الخادمة المغادرة إلى السوق لشراء هدايا لها ولأقاربها ولم تدعها تدفع شيئا من المال وكانت الخادمة الجديدة تنظر للمعلمة باستغراب من كثرة الهدايا والأغراض التي كانت الخادمة المغادرة تحميلها وبينما كانت الخادمة ترتب حقائبها استعدادا للسفر فوجئت المعلمة بالخادمة الجديدة قادمة إليها وبعد أن التفتت يمينا ويسارا وأغلقت الباب قالت للمعلمة لدي كلام أريد أن أقوله لك لا أعرف ماذا أقول ولكن أخبريني هل كان لديك من قبل أطفال فقالت لها المعلمة نعم طفلان وقد توفي فقالت الخادمة الجديدة وهل تعرفين سبب موتهما انقبض قلب المعلمة وقالت لها بحدة أخبريني ما الذي تريدين قوله فأجابت عندما رأيت معاملاتك الطيبة لخادمتك والهدايا التي اشتريتيها لها لم أستطع أن أتحمل فأنا مسلمة لقد أخبرتني خادمتك عندما قدمت إلى هنا بأنه إذا كنت لا أريد أن أعتاني بالأطفال ولا أحبهم بالإمكان أن أتخلص منهم مثل ما فعلت هي لقد أخبرتني أنها قامت بغرس إبر مسممة في مخ كل منهما لم تكمل الخادمة حديثها فقد صرخت المعلمة بأعلى صوتها وأخذت تضرب بيدها على رأسها فقد أفاقت من كابوس فضيع وانتابتها حالة هستيرية ثم استدعت الخادمة المغادرة وقامت بضربها ضربا مبرحا إلا أن الخادمة لم تعترف وغضبت من الخادمة الجديدة التي شهدت عليها وادعت أنها تغار منها بسبب كثرة الهدايا وعندما جاء الزوج أخبرته زوجته بجريمة الخادمة فأخذ الخادمتين إلى الشرطة إلا أن الشرطة حملت المعلمة الهجوم على الخادمة بالضرب ولأن الزوجين لم يملكان الأدلة القاطعة فلم يثبت أن الخادمة كانت السبب في موت طفليهما فالتقارير تؤكد أن الطفلين مات لأسباب غير معروفة لذا قررت المعلمة أن تترك المدرسة وتتفرغ لتربية مولودها القادم وعدم الاستعانة بخادمة واكتفت بما حدث لها وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم